السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم متابعي قناة كورا سبورتز معاكم محمد زدان فيديو جديد ان شاء الله اخبار جديدة باذن الله ولكن في البداية اذا ما احنا متعودين ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين ايضا ما ننساش ندعم الفيديو باللايك عشان نقدر نوصل لأكتر عدد من المشاهدين والمتابعين باذن الله هنتكلم عن اداء النادي الاهلي والفوز والصعود لقبل نهاء الكاس مصر وايضا عن ازمة اللجنة الخماسية وتغيير اللواقح من اجل الزمالك وحظر اعلامي في الاهلي بفرامان من كابتن محمود الخطيب وعرض قوي من الخليج لضم ساسي وبن شرقي وقرارات هامة من وزير الرياضة نبدأ على بركة الله في البداية كده شفاء المهندس عدل القيعي وزوجته من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفى حمد الله على السلامة يا ملك استفقات وبإذن الله بإذن الله ربنا يشفي كهربا وصالح جمعة وايضا كل مصابين بكورونا بإذن الله طيب الحمد لله خلصة المباراة بحلوها وبمرها بقى لإمكانيات وقى لمجهود مش مشكلة الأداء عندنا تحفز طبعا على بعض اللعيبة وعن بعض النقاط الضعف كده ولكن مش مشكلة الأداء ولا مشكلة الأهداف المهم نركز في اللي جاي ونزبط مشاكلنا ونتطمن على وليد إن شاء الله خير ويلحى المباراة القادمة نحن بنلعب النهاردة من غير محمد هاني ومن غير علي معلول ومن غير ديانج في البداية ومن غير عمر السلية وقفشة وقاجاي والشحات وعيمن أشرف يعني يعتبر 8 من 11 أساسيين وعلى ملعب زي ما قلت لحضراتكم في فيديو مبارح لو تفتكروا تلكم الملعب لا يصلح فعلا الملعب كان سيء جدا جدا فما ينفعش ناس ترجع تقول أداء كان زفت طيب يعني كان ليه كده تحفز بس إن أنا أتكلم الصورة اللي قدامك ودي مشماني لما كان بيزعى وبيتكلم على لقطة الهدف خط الدفاع بالكامل متمركز في وضعية خطأ خطأ متكرر يعني القايم القريب مفتوح جدا جدا من قلبي الدفاع ياسر وربيع متقدمين لعراربادر متأخر في التغطية العكسية كمام عصابيت مشماني اللي قدام حضراتكم دي هتوشرحوا الخطأ وقت الهدف يعني الشيء عظيم جدا جدا الرجل ملاحظ الأخطاء في لحظتها ومحاولة يعني بيحاول يعدلها في نفس اللحظة وده المكسب من ماتش النهاردة ماتش تافه زي ده إنك تقع في خطأ جسيم ممكن يطير منك بطولة وتعرف يعني تتجنبه في اللي جاي بإذن الله إزا مالك هيحاول يعمل مرتدات ويوصل زيزو وورا معلول لعب منها عرضيات أبو قير النهاردة هيعتمد على قوت وحركة مصطفى فتحي في المساحات وأيضا أشرف بن شرقي هيبقى كده في ظهر محمد هاني طبعا كل الحاجات اللي بنتكلم فيها دي طبعا بنوصلها لجهاز الفني طبعا موسيمانيو بيدرس هو وجهازه الفني بيدرس كل الأخطاء دي ولكن كنت حابب أتكلم مع حضراتكم كده في الهدف اللي جيناد الأهلي وليد سليمان يعني يعني بيعاني من إجهاد في العدلة الضمة فحص طبي غدا بإذن الله نتمنى يكون إجهاد مش أكتر بتمنى يكون إجهاد في الضمة وليد سليمان النهاردة عمل يعني حط هدفين وكان عمل مشتوى جيد قبل ما يطلع ولكن لو إجهاد في الضمة بإذن الله بإذن الله يكون موجود لو حاجة غير كده ربنا يستر بإذن الله يكون إجهاد ويكون موجود في النهاية إن شاء الله طيب استعدادا لموجد الزمالك بفرامان من كابتن محمود الخطيب ومسلماني حظر إعلامي في الأهلي حتى نهاية دور الأبطال جهاز الفني خطوة ممتازة جدا جدا قرر فرض حظر إعلامي قوي على الفريق حتى مباراة القمة قررت التركيز من كل اللعيبة ومحدش يبخل بيقل مجهود يعني أنا مش عايز أنطقت أي لعيب نهاردة كان فيه بعض كده يعني الانتقادات لبعض من اللعيبة تاباتجي وأيضا أحمد الشيخ وجلاردو مش هانطقت أي حد موفقين يا رجالة وربنا معانا بإذن الله وكل الدعم ليكم ولكن بعد نهاية دور أبطال إفريقيا بقنا كلام تاني خالص مع كل العيد بالإسم ولكن دلوقتي كل اللعم يعني كل الدعم وربنا يوفقكم بإذن الله بإذن الله في اللي جاي النهاردة وزير الرياضة عن مبادرة لالة تعصب كده بيقول الجماهير تشعر بالمبادرة وفيفا لم يطلب مد عمل اللجنة الخماسية طيب أولا كده بتمنى من حضرتك مع الوزير تحسب المسؤولين والإعلاميين زي خالد الغندور وكابتن طريق إحيا وجمال العدل لو حد بيصير فتنة فهم دول أكتر ناس بتصير الفتنة بختلف مع حضرتك لما قلت المبادرة لها صدق إيجابي سبب الإعلام المصري حضرتك كل الاحترام للمبادرة ما عندناش أي مشكلة طول ما المخلوع خلاص برا النادي احنا أخوات بنا وبين نادي الزمال كلنا جمهور أخوات وصحاب وحبايب وما فيش أي مشكلة ولكن حضرتك قلت إن الإعلام المصري ليه دور لا الإعلام مليوش دور الإعلام لو ليه دور مفروض يبقى دوره إيجابي فعلا ما يطلعش خالد الغندور وكابتن طريق إحيا وعمال نفس التقطيع ونفس الكلام وجمال العدل واحد مسؤول يعني برضو يطلع يتكلم ويبترع كده أو مثلا نقول كابتن محمود الخطيب الإعلام هو اللي وصفه بالأسطورة وكلام من ده احنا ما نقبلش كل الكلام ده واختتم الوزير حواره كده إن الخطاب اللي وصل من الفيفا للاتحاد المصري طالب بعقد الجمعية العمومية الغير عادية لمناقشة اللائحة فقط ولم يصل أي شيء آخر من مد فترة اللجنة أو عدمه طيب مع كامل احترام بقى والتقدير لحضراتكم سقطة كده من اتحاد الكورة واللجنة الخماسية الناس اللي اتسارعت مبارح لما قالت يعني إن أنا بجيب أخبار مش مظبوطة أخبار مغلوطة كامل احترام وتقدير لحضراتكم حضراتكم اتسارعته لنفي ما ذكرته أمس من مخاطبة اتحاد الكورة لنادي زد بعدم قانونية اشراك لاعبي زد على إنهم لاعبي نادي مصر أمام الزمالك بالكأس طيب لاستكمال الموضوع بقى ومفاجأة تحدث لأول مرة في التاريخ ده ما حضراتكم شايفين كده يشارك ناديين في مسابقة واحدة على إنهم فريق واحد طيب إيه اللي كشف ده السكورشيت اللي قدام حضراتكم الخاص بمبارات اليوم والذي يحمل اسم نادي زد في موجهة الزمالك وليس نادي مصر طيب السكورشيت بيحمل اسم نادي زد طيب إحنا إمبارح عايلين إن الفرق الجديدة تلعب بالقوائم الجديدة طيب نادي زد خلاص إنت قلت نادي مصر اللي هلعب أصاد الزمالك طيب خلاص إعلن السكورشيت بتاع نادي مصر إنما تعلن السكورشيت بتاع نادي زد ده تخبط وأمر ليس لها علاقة بنادي زد أو مسئولية لأنا بتكلم كده ما بحملش نادي زد أو نادي افسي مصر أي مسئولية المسئولية هنا على من يدير المسابقة مين بيدير اللوايح مين بيدير القوانين المعووجة مين بيعمل كل ده لنا الله بصراحة طيب الزمالك كان في رحيل سياسي وبن شارك للعين الإماراتي كان فيه أخبار كده قوية يعني نادي العين الإماراتي محتاج سياسي وأشرف بن شارك طبعا الزمالك بيقول دلوقتي مفيش ومفيش أي مفاوضات ولا حاجة كل ده الزمالك مستني يخلص بطولة أفريقيا طولة أفريقيا تخلص واللي هم عايزينه هيحصل واللعيبة اللي عايزة تطلع تطلع النهاردة مصدر كده بنادي الزمالك بينفي بينفي ما تردد عن اقتراب السناء المغربي أشرف بن شارك والتونسي في الجانس سياسي من التعاقد مع العين الإماراتي خلال الفترة المجبلة مؤجتا ان السناء يركز حاليا على نهاية دور أبطال أفريقيا أمام الأهل الجمعة المجبلة واكد أيضا ان سياسي جالوا عرض من التعاون السعودي وأيضا بن شاركي جالوا عرض قوي من الدوري التركي طيب في نهاية الفيديو كده بنحمد ربنا على ان محدش تصاب في مباراة الأهل وأبو كير يعني خلاف إصابة وليد سليمان إن شاء الله تبقى خفيفة ولكن من وجهة نظري إن ملعب برج العرب أفضل من ملعب السويس أنا لعبت على ملعب السويس الجديد ملعب العشب بتاعه عالي يعني مع المطرة وكلنا شايفين لعبت الزمالك أو شفناها اللعيبة بتقع إزاي وإجهاد هيبقى قوي أكتر من ماتش أبو كير للأسمدة مع النادي الأهل العشب القوي ده مع الميا بيعمل مشاكل كتير جدا للعيبة وبيزود الإجهاد عليهم بتمنى ما كنتش طولت على حضراتكم ولو الأخبار سريعة النهاردة ولو طولت بعتذر شكرا لحضراتكم وبتمنى أشوف حضراتكم على خير بإذن الله أخبارنا خلصت ولكن حكايتنا ما خلصتش شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته